الأستاذ محمد أبو علي اللي معايا موقف مهاجم الأهلي الجديد مهاجم الأهلي الجديد مين؟ ده سوى بيسير كل 3 دقائق آه لا هو يمكن مرسيل كولر يتعرض عليه السفهات كتيرة جداً لأكتر من مهاجم وكان استقر على أربع أسماء وقال إن فيه اتنين لعيبة أفاركة بيلعبوا في أوروبا وفيه اتنين لعيبة برازيلين برضو كان بيفضل بينهم والأهلي بدأ اتصالات مع الناس دي وابتدأ يتكلم معهم على مطالبهم المادية ومطالب النادي بتاعهم المادية وإيه اللي يناسب النادي الأهلي كفلوس هتدفع حسب الإمكانيات اللي النادي الأهلي بتحرك فيه طبعاً ووصل الاتفاق مع الاربع لعيبة والاربع لعيبة كانوا مرحبين باللعب في النادي الأهلي واللي عرفته إن الأهلي مش مجرد هيجيب لعيب واحد فيه كمركز 9 أو مهاجم صريح لا الأهلي بيفكر يجيب كنين لعيب في حالة تفكير أو اقتراب رحيل أحمد القندوس على سبيل الأعارة أو البيع النهائي لأحد الأندية الجزائرية ممتاز فاللي شغال عليه الأهلي دلوقتي إنه خلاص بالنسبة كبيرة سوزا اللعب البرازيلي وقع للنادي الأهلي ووصله معاه لاتفاق يعني يعتقاضى 700 ألف دولار في الموسم ويبقى موجود في النادي الأهلي اللعب يمكن أرقامه السنة دي اللعب حوالي 18 ماطش أو 19 ماطش سجل 5 أهداف سنة الفات لعب حوالي 34 ماطش وسجل 12 هدف أرقامه يعني ممكن تكون آه مش الأرقام القوية جدا لكن الناحية التانية مثلا كان برونو سافيو أرقامه قوية جدا مع بوليفار وجي ما قداش المردود القوي اللي يريح جمهور الأهلي أو يطمنه في قصة سوزا أو أي مهاجم هيجي إن مرسيل كولر هو اللي بيختار عكس السنة اللي فاتت لما مدير فنة كريمة هو اللي بيختار المهاجم وشايف إن دا اللي ينفذه الفكر بتاعه وبتالي الناس كلها دلوقتي لو مرسيل كولر قال على أي عيب أنا عايز دا أو بلاج دا أنا هتفق معك في دي إن مرسيل كولر خلاص هو كسب السكة بتاعته الجميع يعني كل الناس واسق فيه أفضل بداية لمدير فني أجنبي في تاريخ النقاء أو مدير فني عمتا في تاريخ الكرة المصرية أو في النادي الأهلي طبع بس أنا برضو عايز أقول لك حاجة بقى مجدبش عليك وانا أقول تقى حتى هنا في البرنامج أنا زهيت برازيليين مش للأهلي لكل الدور المصري إحنا بيجينا برازيليين دايما اللي هم بيونك سين كده اللي هو صف تاني إيه يا ليد صف تاني صف تاني رابع خامس فأنا بقلق أول ما بسمع لعب برازيلي بقلق بس برضو أنا أتفق معاك إن كولر تصق فيه يعني بالزغط زعلوك واحد من اللعبة المبشرة جدا كان قريب مهاجم صريح كان قريب جدا من سبورتينج شبونة وكان رأى عمل معيش هناك وكسر الدنيا وكانوا خايفين إنه هو حتى يروح بمفيكة ووصلوا لحد المطار عشان يرجع تاني ولما تقلوا الأهلي اللاعب قعد مع مسؤولي الأهلي ومضى وانتقل من دجلة للنادي الأهلي طيب ممتاز فتفكيره إنه هو يضم لاعب صغير في السن يبقى موجود في قائمة النادي الأهلي بكرة دليل إن الراجل شغال في قصة المهاجم دي ممركز فيها كويس سواء اللي هيجي من بره أو حتى من قطاع الناشئين ممتاز فيه كلام تاني على بعض الأسماء التانية لكن لحد دلوقتي اللي اتحسن بنسبة كبيرة هو سوزا وفيه ممكن زي ما قلتلك مهاجم تاني خلال الأقاء لأيامك جاية تعلان عن اسم تاني دي مفاجأة بالنسبة لأنه يبقى فيه اثنين مهاجمين ينضموا ليه النادي الأهلي